موسيقى شاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم يأتي الدخول السياسي الجديد في المغرب في سياق دقيق يرتبط بأجندة حكومية وبرلمانية ضاغطة وستعكف المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخريفية التي تنطلق يوم غدا بعدد من النصوص الهام المرتبطة بالاستثمار ومشروع قانون المالية ستعكف على هذه النصوص كما أنها مطالبة باحتضان انشغالات النقاش العمومية المتعلقة بالقدرة الشرائية ومسار الحوار الاجتماعي وانضاج النقاش بشأن التشريعات الاجتماعية خاصة القانون التنظيمي للإدراب ومدونة الشغل فضلا عن النقاش العام المرتبط بإصلاح أنظمة التقاعد وقضايا أخرى للمزيد عن تحديات هذه الدورة الخريفية سيكون معنا هنا في الستوديو الدكتور حميد النهري وستاذ القانون العام بجامعة عبد المالكة السعدي بطنجة وسيكون معنا أيضا عبر الانترنت من فاس الدكتور محمد فقيهي نرحب بك بداية دكتور حميد النهري ونرحب أيضا بضيفنا من فاس الدكتور محمد فقيهي وستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس دكتور فقيهي أهلا بك مرحبا أهلا وسهلا شكرا لكم أضيفي الكريمين إذن دكتور حميد النهري وستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة ورحب من ضمامك إلينا الدورة الخريفية تنطلق يوم غدا وفق مقتضايا الدستور ما هي أبرز المحطات أو التحديات التي هي في أجندة اجتغال مؤسسة تشريعية في هذه الدورة أعتذر منك أستاذ حميد نهري لدينا مشكلة في الصوت سنتغلب على هذا الإشكال سريعا أذهب لفاس مع الدكتور محمد فقيهي دكتور محمد فقيهي ما أبرز تحديات هذه الدورة الخريفية والجميع يتحدث على أنه في الدورات السابقة كان هناك نوع من البطء في التشريع أولا أحييي لمشاهدات المشاهدين الكرام وأحييكم طاقم مديان تيبي وأحيي الأستاذ الفاضل لعلني استمعت لبعض الكلمات التي جاء بها الأستاذ وأنا أبدأ من حيث انتهى لأننا أكيد أننا يكون عندنا رأي واحد في كثير من الأشياء لأن المسألة تخضع لمنظور الباحث الأكاديمي هي فعلا مرحلة أو دخول سياسي ودخول برلماني يعني في مرحلة حرجة جدا يعني مرحلة ضغطة كما جاء في تقديمكم للبرنامج نظرا للاعتبارات المتعددة أو الاعتبارات متعددة منها الشأن الداخلي والذي يسوده ضغط كبير فيما يخص الساحة الاجتماعية من حيث يعني غلاء الأسعار وطنك يعني إلى حد ما في يعني في حيش المواطن البسيط وكذلك يعني السياق الدولي الذي تضغط عليه يعني مجموعة أحداث وعلى رأسها بطبيعة الحرب والحرب الأوكرانية الروسية إذن هذه الأمور هي مدخلات شديدة ضغط على المنظومة يعني التي البرنامج هو جزء منها وبالتالي تعامله سوف يكون ذو طبعا خاص بهذه الدورة طيب يدحل كل دورة لها خصوصيتها ولكن أن هذه الدورة هذا الدخول له خصوصية يعني نحن بصدد مناقشة أمور بنيوية أمور بنيوية من حيث الخروج من مرحلة كورونا ومن حيث التعامل مع هذه المدخلات شديدة الوقع على الحياة العادية للمواطن كما هي شديدة الوقع بطبيعة الحال على المؤسسات السياسية بمختلف مكوناتها شكرا لكم دكتور محمد فقيهي دكتور حميد نهري كنا بصدد الحديث عن هذه الدورة الخريفية بالشكل المألوف أو تقليديا يتم الحديث عنها أنها دورة مشروع قانون المالية لكن هناك تراكم أيضا وملفات أخرى عالقة ينبغي أن تنظر فيها هي الأجندة السياسية الأجندة التشريعية دائما ممتلئة ودائما يحتل فيها الاهتمام بالقانون المالي هو الذي يكون مهم ولكن هذه السنة عند خصوصيات لأنه كان الأجندة ممتلئة جدا هناك مجموعة من القوانين القوية هناك مجموعة من الرسائل أو الأوراش التي تحتاج إلى التنزيل إذن هناك وحد النوع من ضرورة التسريع ووقف ذلك التعطر وذلك البطء الذي لمسناه خلال السنة الأولى من عمر هذه الحكومة إذن حاليا جميع الفرق البرلمانية أو حكومة برلمان هم ضروري أن يتحلوا بإجراءات جديدة بفعالية جديدة بطرق أو مقاربات جديدة للتعامل مع هذه الملفات ولتنزيل هذا الأوراش والتعامل مع الملفات القوية والكبيرة لأن هناك الملفات كما قلنا دي المتاق الستمار هناك الملفات دي الصحة هناك الملفات دي التعليم إذن هذه الملفات تنزيل هذا الأوراش تنزيل هذه القوانين الإطار كالملفات دي الإصلاح الضريبي إذن هذه كلها ملفات كبيرة وكبيرة جدا وفيها تجدبات وكالملفات اللي هي متراكمة منذ القدم والتي يجب الحسم فيها أيضا في هذه الضرفية ولكن في هذه المسألة هنا كان نحتاج أحد الملفات اللي هي قوية وحاليا هي اللي تحتاج الأولوية هي الملفات دي الارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرعية للمواطن لذلك كان هناك انتدارات وانتدارات قوية خصوصا أن هناك مجموعة من الانتقادات التي وجهت إلى بعض الإجراءات التي نهجتها الحكومة وإن كانت إجراءات في الحقيقة يمكننا نقول عليها مهمة ولكن لم يلمسها المواطن إلى حد ما لذلك المطلوب حاليا هو إجراءات جديدة ومقاربات لإيجاد حلول لهذه المشاكل لأن دائما نقول فأن الحكم يعني يجب أن تحديد الأولويات وتحديد الأعداء والعادو الحقيقي بحاليا الذي ينتظره المواطن وتنتظره وينتظر من الحكومة أن تحسم معه هو هذه المسألة تدهور القدرة الشرعية وارتفاع الأسعار عاد ندخل للمسألة تبريرات لأن المسائل الدولية والمسائل الوطنية لأن هناك كتبا الجرأة وكتبا الفعالية لأي حكومة وأي برلمان هي في خلال الأزمات ومعيش المواطن أيضا في الحقيقة وعدنا وحد المشكلة اللي هو كبير وكبير جدا هو الأمن الطاقي والأمن ديال الماء اللي يصبح حاليا يشكل وحد الخطورة على المستقبل ديال البلاد شكرا لك دكتور حميد نهري دكتور محمد فقيهي في هذه الدورة هناك ما يوصف في بعض التحليلات بأنه ترابطات ملغمة بين مشروع قانون المالية وبين مقتضيات ومسار الحوار الاجتماعي نفسه طبقا المتوسطة تنتظر إجراءات هناك ترابطات أخرى مرتبطة بالتشريعات الاجتماعية مدونة الشغل والقانون التنظيمي للإدراب هذا أيضا يرتبط بالحوار الاجتماعي إلى أي مدى الأغلبية الحكومية باعتبار عددها المريح جدا في المؤسسة التشريعية قادرة على فك هذه الألغام استنعت إلى مدخلات متعددة من برلمانيين لا تتاح لنا الفرصة بطبيعة الحال لمخاطبة أناس السياسة أو المشتغلين بالسياسة مباشرة ولكن لحصن الحظ أن الإعلام يتيح لنا هذه الإمكانية وكجميعي وكأكاديمي أعطي أهمية كبيرة للإنصاد في هذه الأمور ومن هنا أستنتج أن المسائل الاجتماعية أو توازنات في المشاريع القوانين المقبلة هي توازنات يصعب تحقيقها من باب أن هناك مركزية نقابية تخضع إلى حد بعيد إلى القانون الأغلبية لأنها مرتبطة بحزف الأغلبية وهناك ارتباط آخر بالمعارضة حيث أنه النقابيات المركزية التي من شأنها الدفاع عن الشغيلة هي أيضا منقسمة إلى شطرين شطر يساند الحكومة إلى حد بعيد بحيث يذهب في طرح الحكومة وشطر آخر يلاحظ أن الحكومات تتلك وبل بالعكس حاولت تمرير قانون القانون تنظيم الإضراب خلال مرحلة كورونا ويمرحلة حريجة جدا وكان بإمكانها لو مررت هذه الحكومة أن تلغي عدد من المكاسب فيما يتعلق بإضراب وغير ذلك يعني هذا النقاش السياسي لا يتاح بسهولة في هذه الظروف نعرف أن الحكومة لها أو عليها ضغوطات وأن العمل النقابي له قواننه وله قواعده وبالتالي هناك نوع من تعارض في العمل الحكومي والعمل النقابي المشروع هذا تعارض مشروع يعني هذه مسالح متناقضة ويجب توفق بشأنها ولكن عندما نلاحظ أن الصفوف هي الصفوف يعني ملغمة من الداخل فيما يتعلق بالدفاع عن الشغيلة وأن هناك أيضا من المعارضة يعني جزء من المركزية النقابية تدعو لمنطق المعارضة وجزء آخر يفتع لمنطق الحكومة هنا نلاحظ أو نستنتج أن النقاش حول هذه الأمور سوف يكون نقاشا محتدما ونرجو أن لا يكون الخاسر الأكبر من هذا النقاش هو الطبقة الشغيلة بطبيعة الحال شكرا لكم دكتور محمد فاقي دكتور حميد نهري الحكومة صحيح أنها تهيمن على البرلمان بطبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان صحيح أنها عندها أغلبية واسعة عدديا لكن هل من مصلحتها أيضا أن تدبر القضايا قضايا التشريع الاجتماعي فيما يتصل بالإدراب ومدونات الشغل وأيضا الحوار الاجتماعي بمنطق هذه الأغلبية أم أنها ستكون مضطرة إلى الحصول على توافقات الاجتماعية عريضة؟ هذا هو الذي تحدثت عنه وقلت أنه ضروري من مقاربات جديدة لأن ما لاحظناه في السنة الماضية هو أصبح البعض يسميه بين قوصين تغول الحكومة على أساس أنها خصوصا أن الحكومة جابت وعود في البرنامج صريح الحكومي البرنامج الحكومي جابت وعود كبيرة وكبيرة جدا هذه الوعود تحتاج إلى تطبيقات وعندها أغلبية وعملت ما يعرفه بالميطاق الأغلبية وفي هذا الميطاق الأغلبية تبين أن هناك تغول إذن على أساس أنه كان هناك واحد الحوار الاجتماعي أرادت أن تضفي عليه الصبغة ديال ديال التوافقات وأن إدماج جميع النقابات تحت غطائها وهذه المسألة غير صحيحة لأن ضرورة المعارضة منك نقول المعارضة والمعارضة نص عليها الدستور أعطاها مجموعة من الحقوق وضروري من أي نظام ديمقراطي أن تكون هناك معارضة متوازنة حتى يكون هناك تشريع ويكون هناك إنتاج تشريعي حقيقي وأن الملفات الحقيقية بحال هذا الملف ديال الأسهار والتظاهر القدرة الشرائية يجب أن يناقش داخل البرلمان داخل يعني لماذا وجد البرلمان البرلمان هو التمتيلية ديالشعب إذن النقاش يجب أن يكون هناك ويكون بمقاربة جديدة لأن القضية هم الجميع يعني أن كانت هناك مبادرات ديال المعارضة كان أخذ بعين الاعتبار بعضها ولكن تم تهميش البعض الآخر إذن هذه المسألة أحدثت وحد نوع من العزلة لدى الحكومة لدى المعارضة أساسا تقصد؟ المعارضة أيضا تقصد؟ المعارضة المعارضة هي لأن المعارضة عندما نتكلم عن المعارضة بعض يقول أنه حلقة مفقودة في هذا المعارضة لماذا نصصنا عليها في الدستور حتى نحرك وحدث ونوع من التوازن داخل البرلمان داخل تشريح ونصت عليها أو تكلم عنها جميع الخطاب الملكية دائما تتكلم عن الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه المعارضة في الحفاظ على الديمقراطية ولا ننسى أن المعارضة كلها الأكثر في المعارضة الفرق المعارضة عندها امتداد نقابي في حين أن الحكومة امتداد نقابي ديالا إذا استثنينا حزب الاستقلال ما كيبقاش الامتداد نقابي ملموس إذن هذه المسألة ضرورة أن تحدثوا نوع من التوافقات حول بعض الملفات خصوصا أن هذه الملفات تقتضي ما نقولش الإجماع ولكن تقتضي المناقشة داخل قبة البرلمان واحتراما للديمقراطية واحتراما حتى تكون الإجراءات في صالح الجميع لأن القضية تهم الجميع المواطنين قضية مباشرة عطفا على هذا الكلام أيضا هذا يدفعنا إلى السؤال دكتور محمد فقيهي عن قدرة المؤسسة التشريعية في هذه المرحلة على احتضان قضايا النقاش العمومي ضيفنا هنا في الستوديو أشار إلى مسألة القدرة الشرائية تشكل انشغال كبير جدا لفئات عريضة من المواطنين موجة الغلاء تضخم وغير ذلك إلى أي مدى المعارضة قادرة على أن تفرض هذه الأجندة ضمن نقاشات في المؤسسة التشريعية إلى أي مدى قادرة الحكومة أيضا بأغلبيتها على أن يكون مساحة النقاش واسعة على احتضان وتقبل أيضا مقترحات وتوصيات من هذا الشهر أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تفاعل المفروض أن ننتظر كمواطنين وننتظر كباحثين أن يكون هناك تفاعل بين مكونات المعارضة والأغلبية لأن المعارضة المعارضة بالتبع الحال تنظر إلى الأشياء ليس بالطريقة التي تنظر إليها الأغلبية فالأغلبية لها ضغوطها لها ضغوطات يعني التوازنات المالية في أحسن تقدير يجب أن تكون هناك توازنات مدروسة على المستوى قانون المالية ولكن المعارضة ولو أنها لعبت دورا أساسيا في الإعداد لقانون المالية ولكن يبقى دورها هامشيا في بيت على قبيل التصويت على هذا القانون وبالتالي صوتها يجب أن يكون مسموعا لدى الأغلبية عندما أقول يجب هذا ما يفترض ولكن حقيقة يعني النزال السياسي هي حقيقة أكثر مرارة فالنزال السياسي يخضع لمنطق يعني من له القدرة على فرض الصوت دياله يعني قبة المرلمان هي مفتوحة لهذا النقاش ولكن المفروض أن يكون هذا النقاش يستوعب جميع المكونات والمفروض أن هذا النقاش وكذلك النقاش على مستوى التشريع نحن نتحدث هنا عن تشريعات كبرى في المجال الاجتماعي ولكن أيضا فيما يتعلق بمراقبة السياسة العمومية هذه ربما الشيء الثاني هذا مراقبة السياسة العمومية هو المجال الذي يتسع أكثر للنقاش العمومي فيما يتعلق بالحياة يعني اليومية للمواطن وكذلك بالضغوطات التي يخدع لها المواطن فيما يتعلق بقدرته الشرائية إذن ما يلاحظ الآن وهو انشطار يعني القوى التي من لها صلاحية الدفاع عن قدرة الشرائية للمواطن هنا الأول قوة أفكر فيها هي القوة النقابية هي المركزية النقابية إذن تحدث الأستاذ أن حزب الاستقلال الآن له امتداد نقابي وهو من داخل الأغلبية أنا أتفق أنه باستثناء ربما حزب الاستقلال الصوت النقابي عند الأغلبية هو إلى حد ما يعني منكتم يعني لا أترى كبير له ولكن لا يجب أن نستاهين بقوة حزب الاستقلال وبالقدرة التفاوضية للبعد أو للدراع النقابية لحزب الاستقلال ولكن الآن نجد أنه يتحدث من منطق الأغلبية وتحدث إلى أحد ممثلي هذه المركزية النقابية لحزب الاستقلال فهي تحدث بطبيعة الحال بأريحية وكأن الأمر يتعلق بأن الأمر كله يعني متحكم فيه وأن الطبقة الشغيلة في أمن وأمان وأن مواطن ما عليه إلا أن يستجيب لما تقره الحكومة وكأن الأمر منتهي بالنسبة لها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وغير حاضروا معنا في الواقع للتعليق على موقفه من السياسة الحكومية ما علينا أنا المهم أنا ألتزم عندما تحدث لي وقت التدخل فألتزم به إذن أنا أنظر بنوع من عدم الرضا على النقاش السياسي تحتقوبة برلمان عندما تتحدث ملكزين قبيع وتقول أن غلاء الأسعار وما يتعرض له المواطن وبشهادة هذه على المستوى الدولي هذا مشاعر المستوى المغربي جميع الدول تقوم بإجراءات إجراءات كبيرة جدا من أجل التخفيف من وطأة غلاء العيش وتفيف من هذه الوطأ ولكن هنا نقول أن الأمر كما هو يجب أن يبقى كما هو وأن الحكومة بدلت الشئ الكثير بدلت الشئ الكثير وهو أعلى مرتبة ما يمكن أن تبدو يعني سوف يستمر الأمر كما هو عليه هذا أمر إلى حد ما يقلقوني شكرا لك دكتور محمد فقيه هذا عنصر مهم جدا في النقاش ومسألة قدرة المؤسسة التشريعية على احتضام نقاش العمومي وانشغالات المواطنين أنت تريد أن تعلق في هذه النقطة تفضل نعم هنا القدرة التي وقع هذه المسألة في هذه السنة التي فاتت أن العديد من الإجراءات اتخذتها الحكومة خارج التشريع خارج البرلمان مجموعة الإجراءات يسمح بها القانون تنظيمي المالية يسمح خصوصا على الجانب المالي هناك المسألة المساعدات التي قدمت للنقل المساعدات بعض الإجراءات هذه الإجراءات أخرى بالنسبة للقطاعات أخرى كلها إجراءات تمت يمكن للحكومة أن تهرب ولكن بين قوسين النقاش النقاش حول هذه القضايا إلى تهربها من المؤسسة الشريعية ولكن المفروض حاليا هو إدماج المؤسسة الشريعية داخل هذا النقاش أي إجراء يجب اتخاذه داخل المؤسسة الشريعية وعندما أقول المؤسسة الشريعية يجب أخذ بعين الاعتبار بعض مبادرات فرق المعارضة وبطبيعة الحال المبادرات التي تتخذها الأغلبية لأننا كنقول هنا التشريع يجب الفصل ما بين التشريع وما بين الممارسة الحكومية صحيح أن فرق أغلبية ولكن يجب عليها أن نحن كنشوف أن في بعض الأحيان إذا واحد من فرق الأغلبية برلماني أو فريق معين من فرق الأغلبية تخذ وحد المبادرة أو وحد الإجراء تجاه الحكومة يتم منتقاده على أساس أن نخصنات كل الأغلبية مساندة هنا هو الخطير يعني يجب العمل الشريعي على استقلالية الأغلبية عن الحكومة شريعي البرلماني يجب لممارسة الرقابة على العمل الحكومي وإعطاء مقترحات المقترحات البرلمان كانت ضعيفة قليلة مقارنة مع مشاريع القوانين إذا هذا هو المسألة في إنتاج الشريعي يجب أن يعتمد مقترحات القوانين في الجانب المالي في الجانب المالي منك نقول قانون المالي دي 2023 ماجي تبع حاليا يعني ما هو منتظر منه لأن قانون المالي هذا يمكن اعتباره هو أول قانون بالنسبة لهذه الحكومة بقي القليل جدا من الوقت سنقتسمه مناصفة بين ضيفي الكريم في إجابة سريعة في الواقع دكتور محمد فقي هل تتوقع أن تكون هناك رقابة أكثر صرامة في هذه الدورة الخريفية على الحكومة والعمل الحكومي باختصار شديد لو سبحت فضل أعتقد أن العمل يعني البرلماني سوف يستمر كما كان عليه لا نتوقع أن يكون هناك صرامة يعني في المعارضة وصرامة كذلك في الأداء الحكومي يعني استثنائية أعتقد أن الأمر سوف يستمر عليه ولكن يجب أن أعتقد بأن الحكومة مطالبة بالتفكير في نقطة أساسية في نظري وهو أن وقت تخدير مسألة سلم الاجتماع قد انتهت سلم الاجتماعي كان مخدرا بفعل كورونا كان مخدرا إلى حد ما بفعل الحرب عنده وقع الحرب مفعول تخدير هذا سوف ينتهي وسوف يستقل المواطن على أنه كورونا انتهت الحرب في طريقها إلى أن نحن لسنا معنيين بالحرب ولكن يجب على حكومتنا أن تنتبه لمستوى عيشنا وأن تنتبه لظروفنا وبالتالي سوف تكون المحكومة في مواجهة يعني منظور آخر على مستوى شكرا لك دكتور محمد فقيسة أخذ ثلاثين ثانية إضافية مع الدكتور محمد نهري تدبير الحكومة للملف الاجتماعي للإشكاليات الاجتماعية في هذه المرحلة صلة بالدورة التشريعية هل تتوقع أنه تكون أكثر إنساطا أكثر احتضانا لهذا الهمم والانشغالات والضرورة تفرض ذلك تفرض أنها تكون أكثر إنساطا كما قلت أن قانون المالية هو أول امتحان سيكون أمام هذه الحكومة هذه المقاربة الجديدة في السنة الماضية قلنا أن قانون المالية موروط لـ 2022 موروط يعني دخلت عليه بعض تعديلات طفيفة كان خاصة يكون واحد الإبداع ما كانش ولكن هذا القانون المالية كان عنده واحد سنة جميع المقتضيات جميع الفرضيات أمامه جميع كان هدروع على مسألة تمويل كان هدروع على مسألة التدويل ضروري إيجاد حل لهذه المسألة والحل يتمثل في تنزيل تنزيل مقتضيات الإصلاح الجبائي والشعار ديالها هو الشعار ديالها هو العدالة وتوسيع الوعاء الجبائي يعني لا يعقل أن نبقى دائما هذه المسألة للتوازنة المالية التي عندها الأسبقية وهذه المشاريع كلها حاليا تحتاج إلى تمويلات وهذه التمويلات لا يمكن أن تأتي إلا بالإصلاح الجبائي وإلا بالعدالة أولا العدالة الجبائية والتاني توسيع الوعاء الجبائي دكتور حمد نهري أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي بطنجر شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات نشكر من فاس ضيفنا الدكتور محمد فقيهي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس شكرا جزيلا لك لكل هذه التوضيحات والمساهمات القيمة شكرا لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة بإمكانيكو متابعة هذه الحلقة والمزيد على موقعنا الإلكتروني ميديان تيفي دوت كوم نلتقي في منتصف النهار وثلاثين دقيقة للحديث في زاوية ثانية عن تداعيات قرار أوبيك بلاس خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة